موسيقى مشاهدين الكرام احنا بحضرتكم حلقة جديدة من برنامجكم وعشرين نيو نتعرف على اداء سوق المال المصرية البرصات الخليجية والبرصات العالمية ايضا مع اهم اخبار اقتصاد المصري واقتصادات العالم نبدأ من البرصة المصرية حيث تراجعت مؤشراتها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الاسبوع مؤشر الرئيسي للبرصة اي جي اكت ثيرتين خفض بالنسبة 59 من 100% ليبلو مستوى 17033 و 9900 نقطة تم هبط مؤشر الرئيسي للصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 52 من 100% ليبلو مستوى 3022 و 16 من 100 نقطة امتدت التراجعات لمؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا الذي خسر نحو 58 من 100% من قيمته ليسجل 4587 من 100 نقطة على صعيد القطاعات الاكثر تدولا في البرصة المصرية خلال تعاملات اليوم جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على رأس القطاعات الاكثر نشاطا بنسبة 24 و 95 من 100% حل قطاع البنوك ثانيا من حيث تدولت بنسبة 12 و 85 من 100% جاء قطاع العقارات في المركز الثالث من حيث تدولات بنسبة 11 و 56 من 100% هذا وقد انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبرصة بنحو 11 مليار جنيه ليصل إلى مستوى تريليون و 110 مليارات وسط عملات كلية بلغت بقرابة 3 و 3 من 10 مليار جنيه هذه التعاملات ضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو المليارين واحد من 10 من المليار جنيه إلى أسواق الخليج حيث تراجعت الأسهم عند الإغلاق اليوم الثلاثاء وسط تقييم المستثمرين لتراجع أسعار النفط بالإضافة إلى القلق إزاء مفاوضات رفع سقف الدين العام الأمريكي المؤشر الرئيسي للبرصة السعودية تراجع بـ 2 من 10% متأثرا بهبوط سهم أراميكو السعودية بـ 2 و 1 من 10% مؤشر السوق بتبين خفض بنصف المئة مواصلا الهبوط للجلسة الرابعة على التوالي تحت وطئة هبوط سهم مجموعة تي كوم بـ 3 و 2 من 10% في أبوظبي خالف المؤشر الاتجاه ليغلق مرتفعا بـ 1 من 10% أما المؤشر القطري فقد خسر بـ 1 من 10% من قيمته عود إلى مصر وعقب الإعلان الهيئة العامة لرقابة المالية عن إطلاق مصر لأول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب وثيرت العديد من التساؤلات حول معايير الأمان وقيمة الوثيقة وتاريخ استرداد الوثيقة والعائد من الاستثمار في هذا الصندوق كل هذه الأسئلة ترحتها مراسلة النيل لم يأموا فيه على كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد ومدير مؤسس الصندوق أستاذ أحمد أبو السعد مع إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مصر لأول صندوق لاستثمار في المعادن ومنها الذهب أكد دكتور محمد فريد رئيس الهيئة بأن هذه الصناديق تعد فرصة استثمارية والدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع بشكل يساهم في رفع مستويات الشمول المالي وكذلك التحوض ضد المخاطر بتقلبات الأسعار أعتقد المنظومة بتكمل بأدوات استثمارية مالية أصلها في معادن نفيسة أي مستثمر يقدر أنه ينوع استثماراته ما بين الثلاثة أنواع من هذه الاستثمارات بصورة رئيسية وهذا لم يكن ليحدث إلا لو كان اكتمل الإطار التنظيمي من تنظيم وتسجيل الشركات المرخص لها بعملية الاحتفاظ والدهب أو تخزينه علشان ويه المتطلبات التكنولوجية ده من جانب ويه أيضا المتطلبات فيما تعلق بوثاق التأمين ومختلف الأبعاد عشان تأمن المستثمر لأن يمكن الاختلاف الرئيسي في هذا الصندوق عن الأدوات المالية المعتادة الناس أو المتعارفة لدى جمع المستثمرين من عقود مستقبلية أو عقود خيارات وكده إن في حقيقة الأمر هو الذهب متاح للمستثمر أن هو يقدر يحصل عليه فيزيكلي أو يأخذ هذا الذهب فعليا من الصندوق في حالة الرغبة بيقدر يأخذ هذه الكميات اللي هو بيتطلبها وفقا طبعا لمحددات طلع في نشرة الاكتتاب من جانبه أكد مؤسس ومدير صندوق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب أن وثيقة الاستثمار ستبدأ بعشر جنيهات وأن الاسترداد متاح نقدي وعيني بعيث لا تقل قيمة عن خمسين جرام ذهب هو بيخلي إن مقتنياتك من الدهب في شكل كاش في حساب النهاردة حقيقة عارفة إن التعامل في الدهب بيبقى بفلوس كاش فالنهاردة في ناس كتير مش حابة التعامل الكاش ولما بتاخدي الدهب فانت حتفظي بالدهب عيني في شكل أي شكل سبايك مشغولات أي حاجة وتبقي شايلها فحضراتك مش عارفة حتى عنصر الأمان في عمل إزاي وفي ناس كتير بتبقى إلانا من أي عنصر أمان خاص بكده في نفس الوقت في ناس تقول لك طب أنا مش عارفة الدهب ده جودته قد إيه هل فعلا كده ده ما بتبني بناء على ثقتك مع التاجر أو السيغي اللي حضرتك بتتعامل معاه فبالتالي النهاردة السندوق ده بيتيح للناس كلها إن هي تستثمر في الدهب من خلال كشف حساب ويأتي إطلاق أول صندوق لاستثمار في الدهب استمرار لوهود الحكومة المصرية لبناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي هذا وقد تم الإعلان عن فتح باب الاكتتاب في أول صندوق لاستثمار في المعادل النفيثة تطلقه مصر في الحادي والعشرين من مايو الجاري على أن يوفر الصندوق أعلى معايير الأمن والأمان للمستثمرين لمياء موافي النيل دعونا نتطلع إلى المزيد من التحليل حول أداء البرصات المصرية والبرصات الخليجية وتأثير هذا الصندوق على الاستثمار في مصر معي عبر الهاتف الأستاذ إسلام عبدالعطي خبير أسواق المال أستاذ إسلام تحياتي في البداية وأهلا بيك أهلا بيك أستاذ السلام يعني خليني أبدأ بالبرصة المصرية كيف تابعت أداء البرصة المصرية اليوم طبعا الأداء النهاردة كان يوصبر فيه نيدا نور قدر كبير من الهجود كان فيه عمليات جاني أرباح في جلسة جاني يوصبر كان مخوص جدا لكن ده طبعا مش الأداء الخاص بجلسة النهاردة خاصة ولكن الأداء الخاص بجلسة الأمس كذلك كانت بجأة عمليات جاني الأرباح إلى حد كبير إن هي تقود السلول أسل والنهاردة يمكن نقدر نولف تكمالا للانتجاه العام اللي حصل خلال جلسة الأمس ولكن خلينا نتكلم إن الخفاضات شدية الجلسة وحسبها منتصف الجلسة كانت أكبر من الخفاضات اللي احنا أغلقنا عليها يعني المؤشر الرئيسي كان منخفض بأكثر من واحد في المية لدى الإغلاق يعني نسبة الخفاض تقريبا نصف في المية فبالتالي يعتبر بدأ يقلص من الخسائر اللي كانت موجودة طبعا احنا عندنا كثير من المسببات لعمليات الخفاض أو عمليات الضغط البيئة اللي موجودة يمكن أبرزها طبعا إن احنا عندنا نتائج الأعمال بدأت تظهر نتائج أعمال أوروبا الأول 23 بعضها يعتبر نتائج أعمال جيدة في ظنة الحديات اللي بيوضيها طبعا للقصد المصري نعم أغلبها تعتبر نتائج أعمال جيدة طبعا لأنه تلوك من أكثر القطاعات اللي بتستفيد من التقلبات للقصد الموجودة ولكن على المقيد بقى في نتائج أعمال شركات أخرى لم تستطع أن هي يعني نقدر نقول تنطبط القطاع التنبية للوضع للقصد الحالي أبرزها طبعا هيكون قطاع زي قطاع العصارات مثلا بعض الشركات وهتكون متضررة بشكل كبير من الركود اللي موجود في القطاع العصاري فبالتالي نقدر نقول السوق بدأ أنه هو يتعامل مع هذه الأخبار أنه هو بدأ تجاني أرباح ثم تجاني الأرباح تحاول لضبط ديها يزائد شوية ولكن نتعشم أنه نحن نوصل يعني نكون وصلنا في الوقت الحالي للمستويات اللي احنا نرتد منها مرة أخرى هو ما فيش خوف هلعي موجود في السوق ولكن كذلك تقفلات المرجن بالنسبة لبعض الشركات اللي بتحاول أن يتقفل مرجن اليومين دون ممكن خلال جلسة الوقت إن شاء الله نبدأ نتعيد مرة أخرى من اتجاه التطاودي واحدة واحدة كده ونبدأ أن احنا نتجاوز المستويات اللي احنا نحن فيها في الوقت قبل منتقل أسواق الخليج اسمح لأسألك على كنا منتابع منذ قليل إطلاق صندوق الاستثمار في المعادن النفيسة وأكيد ده هيدخل فيه هي برصة من نوع من الأنواع من الاستثمار فكرة تنوع الاستثمار وأن يكون فيه برصة للمعادن النفيسة برصة للأوراق المالية وإن شاء الله بكرا نشوف برصة للبترول وغيرها من زي أي برصات عالمية ده في رأيك تأثيره إيه على الاستثمار في مصر والأسواق المصرية هو طبعا إحنا أنا سمعت طبعا التقرير عجبني جملة كده إن إحنا أدوات مالية جديدة بتدخل السوق ده شيء يعتبر جيد بالنسبة للسوق ولكن أنا عندي تعليق يعني على أتبنى طبعا السندوق الجديد ده ينجح وإن يكون فيه أكثر من السندوق والأدوات المالية تتنوع في السلول مصري ولكن خلينا بس نتكلم في نقطة محددة وهي المتثمر في الزهب إحنا عندنا المستثمر أو المواصل المصري العادي بيستثمر في الزهب ولكن الموضوع أسعار الزهب عندنا في مصر هنا متعلقة بحكة متعلقة بتزبزبات أسعار الزهب عالميا ودي يعني ده يقوله الزهب كان بيستفع الفترة اللي فاتت في العالميا نتيجة طبعا إنه هو يستفع من أهم وسائل التحاوص بالنسبة للمستثمرين وده طبيعي في كل الأسواق إنه يتعامل مع السوق العالمي أو تزبزبات الأسعار السوق العالمية أكيد طبعا ولكن إحنا عندنا النقطة الثانية اللي حضرتك عايز تذكرها نعم النقطة الثانية بقى إنه إحنا عندنا أسعار الزهب في مصر هنا متعلقة كذلك بأسعار الزهب يعني إحنا بالوقت يعتبر مختلفين عن العالم شوية أو مختلفين عن الدول الأسعار الزهب فعندهم مرتقرة إنه هم بيتعاملوا مع التغيرات العالمية فقط في الأسعار إحنا هنا بنتعامل مع التغيرات العالمية للدهب وبنتعامل كمان مع التغيرات المحلية في أسعار السرط فدي بتخلي دي بقى بتعمل حاجتين الحاجة الأولانية إنه بتخلي الموضوع فيه مخاطرة عالية جدا للتسمار في الدهب وبنفس الوقت مخاطرة عالية اللي ممكن يكون فيه أرباح عالية يعني اللي بيستطور دلوقتي سواء في التندوق أو في الدهب هو هيحصل له حاجة من الاثنين يا إما رسحية عالية يا إما خسارة كبيرة لأن المخاطرة في ظل وجود متغيرين بالشكلة لا تعتبر عالية الحاجة الثانية إن أي سندوق التسمار بينشأ مفترض إنه هو بيجيب التسمارات خارجية يعني مستهدف التسمارات من خارج مصر النهاردة صعب إنه يكون فيه مستثمر الدهب متحلل التسمار بالنسبة له في أي دولة تانية موجودة عندها استقرار في أسعار الصرف وبالتالي استقرار في أسعار الذهب وإنه هو يجي يستثمر في سندوق وبيستثمر في الدهب في ظل اقتصاد لسه حتى الآن لم نصل إلى أسابات لسعر الصرف أو سعر صرف موحد طب أخيراً أسواق المال الخليجية تأثيرها بالبترول طبعاً أسواق المال الخليجية من طول الوقت تتأثر بالبترول إحنا إنك مختلفين عنهم شوية ولكن هما البترول يعني أعتبر العمود الأول لإقتصاد الدول الخليجية عموماً فطبعاً لازم الأسواق دي تكون مرتبطة بشكل كبير بالبترول مرتبطة بشكل كبير لأن الدول دي مغرقة في الاستثمارات في وجود الشيطان الأمريكية فطبعاً لازم أن يكون أي تغيرات في السياسات اللي تحكم أسعار البترول لازم تأثيرها الأسواق ولكن أنا شايف الأسواق كلها الخليجية منخفضة بالنسبة صفيفة يعني أكترها منخفضة بنسبة نصف المية تقريباً تقريباً دخلها في الفترة فاتت بسوء عمال بسوء السعودية في برصة أبوظابي نعم برصة أبوظابي بس عندها حوالي عشر اكتتابات شجالين فيهم مستنادي تقريباً نزلوا ثلاث اكتتابات ولسه عندهم سبعة فالأسواق دي تتوسع وبتم خلال الفترة اللي فاتت وخلال الفترة اللي جاية والتجارات اللي موجودة مش مؤشر على أن يكون فيها ميارات ولكن ده الأداء الطبيعي بالنسبة لأسواق المال أنا بشكرك شكراً جزيلاً أستاذ السلام عبدالعطي خبير أسواق المال شكراً على هذا التحليل وهذه المشاركة إلى مجموعة من أخبار الاقتصادية حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي توليها الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومي وذلك في ضوء خطة الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمارات وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء تمت مناقشة الموقف الخاص بالشركات التي يتم طرحها ضمن البرنامج في قطاع الكهرباء ومنها ما يتعلق بطرح محطة كهرباء سيمينز ببني سويف كما تنول الاجتماع الخطوات التنفيذية المتخذة لطرح محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة جبل الزيت أكد وزير التجارة وصناع المهندس أحمد سمير الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات الأجنبية العاملة في السوق المصري لا سيما في ظل مناخ الأعمال الملائم الذي تتمتع به مصر والسعي لتوطين الصناعة المحلية وعلى رأسها صناعة السيارات جاء ذلك خلال اللقاء نعقده وزير التجارة والصناعة مع وفد شركة ميرسيدس بنز إيجيبت برئاسة جورد بيرترليتش الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطط ورؤى الشركة لتعزوز تواجدها بالسوق المصري ومن جانبها أكد رئيس التنفيذي للشركة حرص الشركة على استمرار نجاحها في السوق المصري باعتبارها أحد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا أكد وزير المالية محمد معيط أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو الحالي للعملين بالدولة بعد غد الخميس كما سيتم صرف مرتبات يونيو المخبل اعتبارا من يوم الثامن عشر من الشهر ذاته والمتأخرات بدءا من السابع من يونيو وقالت المالية أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه وفي ثلاثة أيام من كل شهر لصرف المتأخرات ومستحقات العاملين مع مرعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية ذكر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن 71% من المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط أعربوا عن ثقتهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة خلال السنوات الثالث المقبلة جاء ذلك في عدد جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشرته من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان نظر على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية هذه الاستطلاعات تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها المراكز العالمية في المجالات المختلفة صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار أن هناك نحو 25 ألف حجز مدئي بالطرح الثاني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد وذلك ضمن برنامج مسكن بنظام طرح الدائم هذا البرنامج تضمن 481 قطعة أرض سكنية صغيرة بدأ حجزها منذ 16 من مارس وحتى أمس وزير الإسكان أوضح أن الطرح الثاني شمل قطعا لأراضي بمدنتي القاهرة الجديدة والستدس من أكتوبر وحدائق أكتوبر الشروق العبور والعشر من رمضان وبمدن بدر السادات الفيوم الجديدة والمليا الجديدة يلتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مع زعماء بيكونغرس لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع صقف الدائن وتجنب التخلف عن السداد الذي قد يسفر عن أزمة كبيرة على الصعيد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم أيضا بايدن عبر عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق رغم أنه كان من المقرر أن يكتمع الرئيس الأمريكي مع أعضاء من مجلس النواب يوم الجمعة لكن الاجتماع تأجل اقتصاديون قالوا أن تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد لأول مرة في تاريخها من شأنه أن يؤدي لركود الاقتصاد ويحدث حالة من الفوضى في الأسواق المالية بينما بدأت المواجهة بشأن رفع صقف الدائن تسبب قلقا للمستثمرين والمستثمرين والمستهلكين سواء الأمريكيين أو العالميين مشاهدين الكرام بله هنا انتهى مؤشر النيل بمجموعة من أخبارنا الاقتصادية المعالمية والمحلية نشكركم دائما على حسن المتابعة مع تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عطي إلى اللقاء اشتركوا في القناة